أتعامل معه إزاي بقى؟ مع أنهي بقى فيهم كلهم إحنا لازم نحدد السبب علشان يبتدين عائل الثلاث الصفات أو الثلاث الشخصيات اللي حديك حكيتي عنهم أتعامل معهم إزاي كأم في البيت لأن ضغوط الحقيقة علي صعبة مش قادرة أستوعب إنه عنده مشكلة خلي بقى حديك أنا فيه أمات كتير متبقى ما عندهش استعاب إن إبني ده بيعني مشكلة أنا شايفة إن إبني تعبني لكن إيه هو بقى هو مشكلة بيعني منها أنا محتاجة حل مش بشوف ده بالضبط وده جزء مهم جدا إن إحنا نبصله على إن هي بتبص على الحتة بتاعتها إنه بسمعش كلامي أنا أنا عايز أخلص أنا مش عايز أصدقها مش بسط على الصورة الكاملة إن ده حصل في حياته كلها وده أزيه هو كبني أنا فأولا نعالج السبب لو كان سبب مرض ينعالجه لو كان سبب مشكلتنا إحنا في البيئة نزبطها نديله اهتمام مهم إن أنا عبر عن حبي لأن الأهالي بيقابلوا العند بعند مضاعف هو محتاج أنها تديله جهازه العصبي شوية فأنا محتاج أن أنا أعود وقول له إهدى أنا مش هسمع عجل لما تهدى أنا مستنياك لما تهدى وديله مساحة لغاية ما يهدى ما تديلهش بقى الانتباه والاهتمام طول ما هو عصبي فإحنا محتاجين يديله الانتباه طول الوقت في الأوقات اللي هو كويس فيها فلما يبقى هادي لما يسمع الكلام أطبطب عليه وعبر عن حبي لأن إحنا الأمهات اللي معها أطفال عصبية هي غالبا أواندية هي طول اليوم عملت ضع بس ففي الأوقات اللي هو كويس فيها طب ما هو كويس ما ده الطبيعي أنه يبقى كويس ولكن إحنا محتاجين ندعم بقى هنا السلوك الإيجابي ونعززه ونشكره على أنه هو كويس وطبطب عليه لما يعمل حاجة كويسة وعبر عن حبي طول الوقت عشان أهدي شوية أقل جدا استعمال الموبايلات والألعاب العنيفة والحاجات اللي بيبتزيله عصبية واستثارة زيادة والفيديوهات اللي بيبقى فيها سلوكيات مش ضريفة وهو بيتعلمها بسهولة وبيلقطها فيبتدي يقلدها ونلاقي السلوكيات دي بتحصل في البيت كمان الفيديوهات القصيرة بالتوسير الجهاز العصب اللي هي دقيقة والريلز والحاجات دي بتحفز الجهاز العصب وتخليه متوتر ومشدود معظم الوقت بلحقش يركز في حاجة بالضبط ما بلحقش يركز في حاجة فعلا كلما كان بساعده أن يمارس رياضة وإنه هو ينفس عن فعالاته إنه إحنا يبقى بيننا حوار ونتكلم وأتفهم كلامه وإن أنا أديله مساحة يعبر عن مشاعره وأصدق على مشاعره ده مهم جدا مش أقوله إيه ده الموضوع ما يستيلش اللي أنت عامله ده كله ولكن أنا مقدرة مشاعرك ولكن إحنا ممكن نعبر عنها بطريقة تانية طب فيه اختيارات تانية ممكن نعملها لما يبقى عنيد في اللي عايز حاجة معينة إحنا ممكن نسمح بأننا أديله اختيارين تلاتة يختار ما بينهم بلاش نبقى فرضين السيطرة جامد عشان ما نكسرش الطفل ونكسر شخصيته